المهاردة ما انا شايف المطعم الشايف واليه السنة انا دعملكم سلطة البطاطا بستونا والبيض عالطريقة الفرنسية نسواز سلط طبقوا معنا البيض اول حاجة نسلق معنا البطاطس البطاطس لازم تستلق باشراها لانها بتدي طعم حلو قوي لسلطة النسواز بعد كده بنقشرها بعد ما تبرد طبعا ونقطعها مكعبات زي ما انتو حابين مكعبات طولي اللي انتو حابينه بعد كده عندنا بصلايا صغيرة بنقطعها شرايح بعد كده عندنا بصلايا خضرة كمان تدي تست حلو اقول لسلطة بعد كده عندنا فلفل احمر ربع ارن كده وربع ارن فلفل اخدر وربع ارن فلفل اصفر التلات الوان ولو مش متاح ممكن اللي اخدر بس بعد كده زتون ويفضل ان هو زتون اصمر شرايح بعد كده نص علبة التونة مفتتة او لحم بعد كده عندنا طمط مية بنقطعها برضو شرايح كده رفاعة بعد كده بننزل بسوس الفينيجريت سوس الفينيجريت عبارة عن مستردة نص كبات مستردة عليها معلقة تون بودر معلقة فلفل ابيض معلقة فلفل اصمر معلقة ملح ونص معلقة صغيرة كده زع ترجاف بعد كده ننزل بسرسوب زيت كبات زيت دورة بالتبادل مع الخل الخل هيبقى ثلاث معالق كبار وننزل بسرسوب الزيت بالتبادل مع الخل اربع مرات لحد ما ايه يبقى معانا بالشكل ده كده كده صوس جهز معانا ننزل بشوية زيت من الانشوجة على تلات اربع شرايح كده انشوجة نهرسهم ناعم جدا ونحطوهم في الصوس ده بيدي تيست حلو قوي للسلطة دي ونقلبهم مع بعض مع عصرة لمون وكده الصوس جهز معانا هنعبيه في الازازة هننزل كده معلقتين من الصوس بعد كده رشة ملح وفلفل اسمر ونص معلقة توم صغيرة مفروم بعد كده عندنا اهم حاجة الفاصوليا فاصوليا فريش بنسلقها بعد كده بالقطعها بعد ما تبرد طبعا ونحطها على الصلطة ونقلب كويس بعد كده معلقتين زيت زيتون ونقلب برضو كده الصلطة جهزت معانا هنبتدي بقى نغرفها في طبق التقديم عليه لازم شرائح بيت مسلوق بعد كده عندنا انشوجة قطع كده صغيرة بعد كده شوية زيت زيتون وشوية سوس فينيجريت وكده ايه تكون خلصت معانا صلطة نسواز بطاطس بالتون عالطريقة الفرنسية معشيف المطعم الشيف واليد سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر